السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا طلابنا الأعزاء طلاب الصف 11 مع مراجعة رقم 3 الوحدة الثالثة الشغل والطاقة والقدرة أعزائي الطلاب في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن يسترجع القوانين السابق دراستها في الوحدة الثالثة الشغل والطاقة والقدرة ثانيا يحل أسئلة متنوعة على الوحدة الثالثة وأخيرا يحل مسائل عددية مستخدما للعلاقات الرياضية في الوحدة الثالثة في البداية عزائي الطلاب نقوم بعرض ملخص سريع لقوانين هذه الوحدة الشغل يرمز له بالرمز W equal F D cosine الزاوية حيث أن الزاوية هنا تكون محصورة بين اتجاه الإزاحة واتجاه القوة الطاقة الحركية E K equal 0.0 M V power 2 طاقة الوضع التجاذبية E potential equal M GH وطاقة الوضع المرونية E elastic equal 0.0 K X power 2 قانون حفظ الطاقة الطاقة الابتدائية تساوي الطاقة النهائية E initial equal E final والقدرة P equal delta E تقسيم delta T أو الشغل Work W تقسيم delta T الكفاءة تساوي E خارجة على E داخلة وننتقل إلى تمرينات التمرين الأول ماذا يحدث للطاقة الحركية عندما تزداد سرعة الجسم إلى الضعف في هذا السؤال أعزائي الطلاب ماذا يحدث للطاقة الحركية أقوم بكتابة قانون يربط الطاقة الحركية مع السرعة هذا القانون E K equal 0.0 M V power 2 نجد أن العلاقة بين E K وال V علاقة ترضية مع مربع السرعة بمعنى أن E K تتناسب ترضيا مع V power 2 بمعنى أنه إذا زادت السرعة إلى الضعف فإن طاقة الحركة تزداد أربع مرات تمرين آخر ما مقدار الطاقة المخزنة في زومبورك إذا انضغط مسافة X علما بأن ثابت الضعف كي 500 نيوتن بير متر أعزائي الطلاب قل لنا يعرف القانون E elastic equal 0.0 K X power 2 نقوم بالتعويض عن القيم الموجودة في المسألة K equal 500 X 0.3 ولا ننسى power 2 فيكون الناتج 22.5 جول تمرين رقم ثلاثة ما هو المصطلح العلمي الدال على العبارة الآتية قدرة آلة تنجز شغلا مقداره 1 جول خلال زمن مقداره 1 second هذا هو تعريف الوقت ولكن إذا ذكر ما هو المصطلح الذي يدل على قدرة آلة تنجز 746 جول في ثانية واحدة فهو تعريف الحصان الميكانيكي تمرين رقم أربعة رفع جسم كتلته 50 كيلو جرال إلى ارتفاع H 10 متر من نقطة على سطح الأرض ثم ترك ليسقط حتى وصل إلى نفس النقطة ما مقدار الشغل الكل عزيز الطالب في هذه المسألة يقول أننا رفعنا جسم من سطح الأرض موضع الإسناد إلى ارتفاع ما ثم سقط إلى نفس الارتفاع في هذه الحالة D equal 10 في الاتجاه الموجب ثم 10 في الاتجاه السالب فتكون الإزاحة الكلية تساوي صفر وبالتالي يكون الشغل يساوي صفر تمرين 5 ما قدرة مصباح يحول طاقة كهربائية مقدارها 200 جول خلال زمن قدره 4 second نقوم بكتابة قانون القدرة P equal W أو E على T ثم بالتعويض عن المعطيات في المسألة فنجد أن القدرة تساوي 50 وط تمرين 6 مكيف قدرته الpower P كم تعادل هذه القدرة بوحدة الحصان الميكانيك للتحويل أعزائي الطلاب من وات إلى هورس باور نقسم على 746 فنقوم بقسمة 3500 تقسيم 746 فيكون الناتج 4.69 تقريبا 4.7 هورس باور تمرين 7 ماذا يحدث للطاقة المخزنة في زنبروك إذا قلت الاستطالة إلى النصف نقوم بكتابة القانون الذي يربط هذه المتغيرات E E equal Nus K X power 2 فنجد أن العلاقة تتناسب ترضيا بين الطاقة الوضع المرونية ومربع الاستطالة بمعنى أنه إذا قلت الاستطالة إلى النصف لا ننسى التربيع فنجد أن الإي إلاستيك تقل إلى الرضع تمرين رقم 8 ما هي كمية الطاقة المفيدة؟ بمعنى نريد أن نحسب E out أو E الخارجة المفيدة إذا كانت الكفاءة إيتا تساوي 70% والطاقة المزودة يعني الطاقة الداخلة E in أو داخلة equal 220 جول نكتب قانون الكفاءة E out تقسيم E in ونضرب ضرب تبادلي فنجد أن E out ضرب 1 E out equal E in ضرب إيتا وبالتعويض عن ال E in 220 والكفاءة 70% فيكون الناتج 154 جول تمرين 9 قوة مقدارها 80 نيوت F تؤثر على جسم كما في الشكل إذا رأينا شكلاً نقوم بدراسة الشكل أولاً هذه هي الـ F وعندنا زاوية 60 درجة فإذا تحرك الجسم مسافة 5 متر حركة أفقية بمعنى D في الاتجاه الأفقي equal 5 متر إذن لابد أن تكون الزاوية محصورة بين القوة والإزاحة هذه هي الزاوية نحسب أولاً الزاوية equal 90 minus 60 equal 30 ديجري ما مقدار الشغل المبذول أصبحت المسألة سهلة نكتب قانون الشغل W equal F D كوزين الزاوية حيث أن الزاوية محصورة بين القوة والإزاحة ثم نقوم بالتعويض F 80 D 5 والزاوية 30 درجة فيكون الناتج 346.4 جول تمرين 10 سقط جسم من قمة جبل ارتفاعه H وحينما يذكر أنه سقط معناها أن السرعة الابتدائية تساوي 0 ما مقدار سرعته لحظة استضامه بالأرض علماً بأن الجاذبية عزيز الطالب في هذه المسألة تحولت طاقة الوضع كاملة إلى طاقة حركة عند استضامه بسطح الأرض فنكتب القانون بهذه الصورة طاقة الوضع عند أقصى ارتفاع تساوي طاقة الحركة عند سطح الأرض ثم بالتعويض ونجد أن V تساوي جذر 2GH فنقوم بالتعويض عن قيمة الارتفاع وقيمة الجاذبية ويكون الناتج 39.6 متر تمرين 11 الشكل المقابل يوضح سيارة كتلتها في أعلى تلة ارتفاع التلة H5 متر تتحرك فوق هذه التلة بسرعة مقدارها 20 متر برسكند معنى ذلك أنها أعلى التلة يوجد لها طاقة حركة وطاقة وضع إذا كانت الجاذبية G equal 10 متر برسكند سكوير احسب الطاقة الميكانيكية للسيارة عزيز الطالب وهي أعلى التلة متحركة بسرعة ذكرنا أنها تمتلك طاقة حركة وطاقة وضع فتكون الطاقة الميكانيكية هي مجموع طاقتين الوضع والحركة H5 متر ثم M1500 والجي 9.8 ثم بالتعويض عن قيمة M مرة أخرى 1500 ثم V2 power 2 وبالآلة الحاسبة نجد أن الطاقة تساوي 373500 جول ثم ننتقل إلى حساب سرعة السيارة عند قاع التلة إذا لم تخسر أي جزء من طاقتها الميكانيكية هنا عزيز الطالب تتحول كل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حركية عندما تصبح عند أسفل التلة لأنه عند أسفل التلة طاقة الوضع تساوي سفر حيث يكون الارتفاع يساوي سفر ونقوم بكتابة المعادلة E اللي هي الطاقة الكلية equal EK أسفل التلة يعني نصف MV power 2 والمجهول هنا عزيز الطالب هي V V equal بعد أن نضرب فيه اثنين بطرفين المعادلة للتخلص من النصف وبالقسم على M ثم أغذ الجذر حتى نتخلص من التربيع فنجد أن V equal جذر 2 EK تقسيم M وبالتعويض عن الأرقام التي حصلنا عليها فنجد أن السرعة تساوي 22.3 متر برسكند تمرين 12 في هذه المسألة عزيز الطالب ذكر أن كرة تتحرك هذه الكرة كتلتها 10 كيلو جران أفقيا بسرعة ثابتة مقدارها 5 متر برسكند ما مقدار ثابت النابض الذي يستطيع إيقافها عندما ينضغط لمسافة 0.4 متر إذا تخيلنا المسألة عزيز الطالب هذه الكرة تتحرك بطاقة حركة ما نحو نابض وهذا النابض مثبت أفقيا عندما تصطدم هذه الكرة بالنابض هي الآن تمتلك طاقة حركة وعند استضامها بالنابض تتحول طاقة الحركة إلى طاقة وضع مرونية E elastic نقوم بكتابة الطاقتين حيث أن طاقة الحركة نصف إمي في تربيع وطاقة الوضع المرونية نصف KX power 2 بشطب نصف من الجهتين ثم بالقسمة على X power 2 في طرفي المعادلة حتى نضع K تساوي نجد أن K equal M V power 2 تقسيم X power 2 ثم بالتعويض عن قيمة M 10 كيلو جرام و V 5 meter per second وفقها تربيع تقسيم 0.4 مقدار الاستطالة power 2 فيكون الناتج 1562.5 نيوتين بير متر وإلى هنا ننتهي أعزائي الطلاب من درس اليوم مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا